نحن وصلنا لضيفتنا التالية ودائما لما نحب نكون مع أهلنا وناسنا شو ما نقول؟ نقول لمة الأهل أو لمة الأصحاب وأي لمة بتجمعنا مع أحبابنا منقول عنها لمة خير بالعادة هاللمات بتجمعنا على فرح ووقت بنتقاسم فيه كتير من المشاعر لما معايتها جمعتها مشاعر بأطفال بيستحقوا هاي اللمة اللي بنتشارك فيها المشاعر الصوت اللي بيسمعوا منها صوت بيخفف عنهم أوقاتهم الصعبة بمكافحة مرض السرطان شجاعة آسمتها معهم بالألم من هون كانت ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوصل رسالة حب وخير وأمل من لمة أمل خلونا نرحب سواب لما معايتها صباح الخير لما صباح النوت صباح الفل كيفك؟ طبعا لما مش أول لقاء أكيد لإلنا يعني أنت فعلا حاولت قدر الإمكان أنك تكوني إنسانة فاعلة في المجتمع بأي شيء ممكن أن تحسي أنه فعلا في هدف من وراء وخاصة بعد يمكن التجربة اللي مريتي فيها ولكن أنا بدي أهنيكي أنه أوقات كثير التجارب المنمر فيها بتغيرنا ولكن قداش فعلا بنقدر نستغل هذا التغيير بأنه نصنع التغيير فأحكي لنا شوي يمكن عن لمة أمل عن هذه المبادرة واللي أنت تعرفي فعليا إذا عم بتشوفي هذول أطفال تعرفي شو بيعانوا أو شو بفكروا أو شو بحسوا هو فعليا عايشة معهم التجربة عائلة لمة أمل أنا بسميهم عائلتي أطفالي ميت طفل متأسمين من عدة مستشفيات من عدة محافظات هالأطفال بيكونوا بيستنوا كلمة بيكونوا بيستنوا حضن بيكونوا بيستنوا حدا يسألهم أنتوا كيف حاسين صح خصوصا أنه الطفل مش كتير دايما بيكون عنده شعور أنه أنا بدي إشي مادي فهو بيكون بده تصرفات كتير بسيطة بس ليحس أنه الناس مش نسيته بس الأهم اللي أنا بحاول كتير أركز عليه أنه شوي نغير نظرة المجتمع من فكرة أنه هذا طفل مريد كانسر فممكن تكون القصة فيها شفاء آي حرام هو بالعكس هذا الطفل اللي عم بتشوفوه عم بياخد علاج سواء كيماوي إشعاعي هو فعليا هو مصدر قوة وبعلمنا شو يعني إرادة عم بيكون عم بضحك وبلعب وبالمقابل هو عم بيحارب مرض ومرض يعني طبيعة العلاج متعبة وإحنا كل أياتنا بنعرف أنه نوعا ما سايد أفكت كمان ممكن تكون كمان يعني مش قليلي فهدولة الأطفال أطفالي وأنا بعتبرهم جزء لا يتجزء من حياتي طب لما علي عن جد حقيقي الإنسان لما بيكون مارئ بنفس الألم أو بنفس التجربة بتكون رسالة أوضح يعني يمكن وإنتي عم تحكي أكيد رح نتعاطف ونتشارك مع الأطفال يعني إحنا ما بدنا نحدد بس فئة مرضى سرطان الطفل بشكل عام مؤلم أنك تشوفيه عم بتوجع أو بمرق بحالة ممكن مش كتير بقدر يعبر عنها لكن أنت ما رأتي بنفس هذا الألم أدي حسيتي أن الرسالة بتكون أوضح أكيد أنا دائما بحكي لهم أنا ما ما نقيت أني أكون قضيتي أنه مرضى سرطان لأنه عشوائيا أنا لأني عشتها يعني فترة شبابي كانت أغلبها بالمستشفى بعرف شعور الطفل بغزة الإبرة بالألم الممكن يحس فيه حتى الأعراض النفسية يعني فكرة أنه الإنسان يكون كل يوم بحارب بفكرة أنه هل اليوم رح يمروا علي؟ الخوف الخوف خصوصا أنه إحنا كمان نوعا ما لساتنا بمجتمعاتنا مش كتير متفتحين بهذا الموضوع في عنا صراعنا نفسي خصوصا خصوصا البنات يعني هذا الجزء كتير محسن أنه صفة البنة نوعا ما عندها مخاوف أنه أنا عادي أطلع أحكي أنه أنا مريضة سرطان هل هذا الموضوع طبيعي؟ هل المجتمع بيتقبله؟ وشو ممكن تكون ردة فعلة المجتمع؟ فسعليا هي هيك بلشت إسطي على السوشال ميديا لأنه أنا ما قررت أني أكون على السوشال ميديا هي كانت أهدية مني لنفسي بمناسبة عيد ميلادي قبل بأسبوع فقررت أكتب إسطي على أجزاء والناس اتفاعلت مع الموضوع بطريقة كثير كبيرة يعني دائما توقعات الناس أنه معقول هذا الشخص يكون مارئ بأشي صعب بحياته طب ما هو مبتسم لا يعني أنه مريض الكنزر هو ما عنده حيال لا يعني أنه هو شخص ما بتمبرع عليه لحظات بيكون هو معبّى بالسعادة وبيعلم أن لم الناس شو يعني حيالة؟ هو اللي بيعطيهم الأمل صحيح فالأمل إذا بدهم يأخدوه المفروض يأخدوه من أي شخص عم بيمر بتجربة صعبة طب إحكي لنا عن لمة أمل لما وكيف بلشت القصة؟ كيف قدرت أنك تلمي هذا العدد من الأطفال؟ شو بتعملي لهم؟ شو النشاطات اللي بتقوموا فيها؟ كيف بتقدري فعلا أنك أنت تساعدهم بأنهم يتجاوزوا هذا المرض؟ وتكون جزء لا يتجزى أكيد من أشياء أحلوة ممكن أنهم يمروا فيها؟ هو فعليا أنا حتى لمة أمل سبحان الله يعني الناس صاروا يدلوا بعض العيلات يعني الأم ترين على الأم الثانية تقولها إذا بدك إبنك نفسيت وتتحسن خليه تواصل معلمة فبلشنا نعمل الواتس آب والعيلة تكبر 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 وصاروا الناس يدلوا بعض وأنا يعني أنا بشكرها مع ثقتهم ثقتهم الكثير كبيرة إنه كأم هي شايفة إنه هاي الإنسانة في مجال إنها تساعد إبني هاي ثقة يعني كتير كبيرة وتعني لكتير فأنا بتحمل مسؤولية ومسؤولية كتير كبيرة فيمكن هاي السنة كانت نشاطاتنا كتير أقل لأنه أنا منخوفي على الأطفال بظروف الكورونا كتير صعبة بس حتى بفترة الكورونا أعملنا على زوم برنامج كنا نعد نحكي نسأل نعمل إنه مثلا حززير أحاول أرفع عنهم بأي طريقة فبس إن شاء الله يعني لقدام في كتير أفكار كتير أكبر بكبر فيهم أنا أصلا وأظن على أغلب حيكون توجه تعليمي لأنه صرت عم بلاحظ نوعا ما أغلب الحالات خصوصا مع الأطفال لما بيكونوا بيتعالجوا إما بتروح عليهم سنوات من الدراسة أو بيكون بيأثر على تحصيلهم العلمي كمان أكيد أو بيصفي في مشكلة بطوء تعلم فمن هاي الناحية لازم كتير حسيت أنه الإنسان لازم يكون عنده يعني تركيز عليها أكثر أدحل عم بتركزي على الأشياء اللي بيحتاجوها بصراحة الأطفال يعني ما بيكون الموضوع عشوائي لأنه أنا بدي أخليهم مبسوطين بيجيب لهم هدية بدي أتشارك معهم ويتمعين عم بحسك وأنت عم تحكي عم تلمسي الإحتياجات الحقيقية اللي ممكن للأهل يكون شوي من شغلين لأنه بدهم الطفل يكون بأحسن حلاته وياكل أحسن أكله ويتعالجه فأنت عم تطلع هيك على تفاصيل صغيرة اليوم هو واقع التواصل الاجتماعي كل حدا متاح للجميع وكلنا موجودين عليها الرسالة اللي عم توصل للناس من لمة أمل أو من لمة معايتها أدي بتحسي أنه في أثر طيب وأثر إيجابي ممكن عن جد يحفز كل الناس وما بنا نختص بمرض السرطان المريض هو مريض الموجوع هو موجوع ويمكن الوجع بيختلف من شخص إلى آخر حسب القدرات وحسب مضاعفات كل مرض أدي بتحسي اليوم أن وجودك ممكن يكون عن جد له أثر طيب ورسالة صادقة من القلب إلى القلب لما الحمد لله يعني تفاعل الناس عم بيكون إيجابي بطريقة أنا ما كنت أتصورها يعني حتى لحد مبارح أنا قلتلك يعني يمكن أنا معروفة بلما تأمل لأطفال مرض السرطان بس لحد مبارح كان عندي طفلة مريضة سكري هي عمرها بس ثلث سنين فطلعت وحكيت بقصتها وقلت للناس إذا بتقدروا تساعدوا بهذا الموضوع بتقدروا تتواصلوا مع الأهل وانصدمت أنه الأم بالليل بتحكي معي بتقول لي ما شاء الله الناس ما قصرت فهذا الإشي أنا ما بعتبر أنه هذا الموضوع بيخص لما أنا مجرد وسيلة ودائما بحب أأكد على هذا الموضوع الموضوع لا يخصني أنا بحس كل بني آدم بالحياة لازم يكون إليه دور لازم يكون إليه دور فعال لأنه ما يكون مجرد رقم بالحياة فأنا بعتبر هذا أقل شي أنا ممكن أعمله خاصة لما فعلا الواحد بيقدر أنه يكون إليه صوت وبيقدر أنه يكون عنده عدد يعني لا بأس فيه من المتابعين قديش فعلا ممكن أنه يستغل هذا المكان اللي يعني الله أنا عم فيه أنه يكون فعلا إليه هذا الصوت بين هدول الأشخاص ويقدر فعلا أنه يكون إليه هذا الصوت بشكل إيجابي يقدر أنه يوجه الأشخاص بشكل إيجابي بعيدا يمكن عن التفاهات اللي ممكن للأسف الشديد نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي شو شفتي إذا إحنا يعني إحنا بنحكي يعني نكلمة إليك كتير من الأمور مش بس خاصة بمبادرة لمة أمل ولكن إذا بنحكي عن لمة أمل أو عن الأطفال اللي ممكن بيعانوا سواء من مرض السرطان أو من غير من الأمراض شو العامل المشترك اللي حستي بينهم شو بيجمعهم شو أكتر شي بوجعهم شو أكتر شي بيفرحهم القوة اللي عندهم أنا لما أشوف طفل هو عم بياخد جلسة كيماوي بس هو فعليا عم بلعب وين عم بتعلقوا الأدوية وهي وسيلة التسلاي والترفيه بيكون بحس شعور أنه أنا لازم أتعلم منها بدي أقول لك قدية لأعلموك كمعان زبط أنا اللي عم باخد هم اللي عم بيعطون القوة هم اللي بيعطوك الأمل لما تكون أبسط أحلامهم بدوا عطا أو بدوا حدا يضحكوا لما تلتقي بطفل يكون أكبر حلم لإله بدي يلتقي بلاعب المفضل بالمنتخب بتحسي أنه هل تصرف البسيط هذا قدية رح يفرق بنفسية الطفل وأنا بأمن مليون بالمية العلاج النفسي قبل العلاج الطبي لما بتكوني جنب الطفل وحتى الكبار جنبه برفع المعنويات ونفسيته هذا الإشي كتير بساعد بتحسن صحته لما يعني أنت بتحب الحياة كتير ويمكن أنا أحد متابعينك ويعرفك من سنين قبل حتى ما تصيري من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما بحسك بتحب الحياة وبتكافحي وبتركدي وبتحب تنطي أغلب الأوقات سميكي فراشة بصراحة اليوم لما عم تحكي عن الأطفال عم بشوف طفلي قدامي بصراحة عم بحس أنه زي ما قالت لك إيها أليكساندريا بعلمونا أنه قدي الفترة السليمة بتخلينا أنقياء وصحيين نفسي وتأكيدا عن كلامك أنا لما بحس حالي كتير مضغوطة بحب أقضي وقت مع الأطفال لا تكون جزء من يومي فيه أطفال لأنك بتحسي حالك لساعة مش بس على الفترة السليمة بتشوفي أشياء ما بتكوني متوقعتي عمي أصدق أصدق إشي ممكن تشوفي الطفل صعب يكذب الطفل لما بحب بحبه بركض على الحدا اللي بحبه ما بقدر يجابه إبهريتنا زي الأطفال بشكل عام يعني إذا بدنا نحكي بهاي الخصوصية اللي أبسط الأمور بتفاجئنا لساتنا منحاول قدر الإمكان نستكشف الحياة يعني إحنا للأسف الشديد يمكن وصلنا بمراحل من حياتنا ما في شي بفاجئنا ما في شي ببهرنا ما بدنا نكتشف أي شي ففعليا نتعلم منهم كتير شو خطتك المستقبلية بالإضافة موضوع التعليم لما عم نحكي عن التعليم يمكن عم نحكي عن أيضا أنك رح تستعيني بأشخاص ممكن معينين شو بتطلبي لما من كل الأشخاص اللي عم يحضرونا سواء عم نحكي يمكن عن كدولة أو كقطاع خاص كيف نقدر أن نعنى أكتر بهذا الموضوع ونوسعه من خلال مبادرة أمل ليسير شي فعلا يقدروا يستفيدوا منه الأطفال سواء كمرضى سرطان أو الأطفال المرضى بشكل عام أنا يمكن كان شوي عندي هذا الموضوع أنه المبادرات مش ما أخذ حقها نوعا ما المبادرة بتكون نوعا ما في قوانين بتحكمها يعني أنا ما بقدر كصاحبة مبادرة أني مثلا أفتح باب أنه الناس مثلا تتبرع أو تعمل مشروع معينة كبيرة لأنه بيصفي في قوانين معينة بس بنفس الوقت عندي أفكار لما يكون هدفك هو الخير لأجل الخير وأنتي ما بدك ولا أي شيء بالمقابل طيب بس بدي ناسة تساعد بس بدي ناسة تساعد وما عندي مشكلة أنه يكون جهة قانونية حتى حكومية تراقب المبادرات يعني أنا عندي فكرة ساعدوني بتطبيقها وحتى أي شيء له دخل بمطلوب ماديا ما يوصلني أنا شخصيا يكون مثلا فيه مؤسسة معنية بالمبادرات إحنا عندنا مشروع حابين ننفذ هذا المشروع محتاج مبلغ معين محتاج أمور معينة بس يكون هذا الإشي موجود لأصحاب المبادرات لما يعني أنت مصر على النجاح يعني إن شاء الله هذا كله بإدرب العالمين أنت ما عم بتوقفي شو سر نجاح أي مبادرة إنسانية وهدفها بالضبط الجملي اللي قلتها الخير لأجل الخير النية الله عليك النية أنت شو نيتك عن جد السادق داخليا وهذا كله بتوفي من رب العالمين أنا ما بتخيل أنه فيه الحمد لله قدي عملنا أشياء مع مرض السرطان إفنت أيام الكورونا أول ما كانت ظروف صعبة كثير صعبة تسمعي أم أيام ما كان يتوزع الخبز تقول لك أنا تحت الباص بس أنا مش قادر أنزل أنا عندي طفل كانسر بخليه جوعان بس بخاف ألقط فيروس هاي أم عم تحكي فكانت تكون زي الغصة فإنه أنا كيف ممكن أقدر أساعدها فهل الأم برضو هي بتعاني الأهل كتير بيعانوا لأي شخص حتى مش بس الأطفال الأشخاص الكبار المراهقين الشباب الشباب اللي إحنا عم نحكي بالجامعات بالمدارس الموضوع ما بيكون سهل عليهم نفسيا قبل يكون مجسديا فبحث لازم يكون فيه توعية نفسية بهذا الموضوع كتير مهم شو الفرق سؤالنا الأخير سريعا شو الفرق بين مريض السرطان الطفل والكبير الواعي الواعي بيكون إحساسه كتير أصعب لأنه عم بيشوف ردة فعل المجتمع عليه نوعا ما هو منغمس بالمعتقدات اللي هي مش حقيقية فبيكون عنده مخاوف كتير أكبر من الطفل والمعرفة أوقات كتير بتخلي المخاوف تزيد عشان هيك إحنا كلما منكبر بالعمر بزيد خوفنا التلقائية أوقات كتير بتقلل يمكن من هاي المخاوف لما معايطة شكرا كتير لإلك تحياتنا لإلك وإن شاء الله يربي السلامة للجميع إن شاء الله والله يقويكي ويسبتك على نيتك وفعلا تلاقي كتير من الأشخاص اللي يساعدوكي ونلاقي كمان كتير من الأشخاص اللي بيشبهوكي تحياتنا أكيد لإلك وأهلا وسهلا فيك شكرا شكرا لإلك لما